في اللحظة دي أنا المفروض يعني زي ما يرى قالت كده يعني ده رأي يارى رأي حضرتك إيبا المفروض أعمل إيه عشان أتقبل السلبي بالإيجابي فيه مفهوم إحنا بنهتمني به جدا وهو الطفل صغير تلت حاجات هنتكلم فيها مفتاح قوي جدا تخلي الواحد عنده صلابة نفسية ضد الأفكار السلبية ياريت يلا أنا منصيتها أول حاجة لازم أن تعلي ثقة الطفل بنفسه يبقى تعليقك عليه كله أجابي يا جماعة بلاش طول ما هو الطفل قاعد يا حبيبي قعد ارجع وراء أنا قلت لك مئة مرة ابعد عن التلفزيون أنا قلت لك امسك المعلقة بإيدك يمين كلها أفكار سلبية لازم يبقى كاتشينج توبين جود لازم تعلق له على الحال وإحنا مسكين على الولاد على الوحشة أنت مسكلي على الوحدة كل حاجة هو بيعملها غلط بتعلق له عليها فكده بتضعف ثقته بنفسه يكبر تلاقي ثقته بنفسه ضعيفة ساقوة ولد أو بنت بص يا دكتور أنا هعمل حلقة من النشأة أوعدك لكن دلوقتي الستات معنا عايزة تعرف تعمل إيه مع الراجل ده الراجل أعمالي بس تفعى طويل وقت والراجل ده كمان بتحبه بتحبه ما هي المشكلة أن هي بتحبه تحبه وبتتوجع ومش عايزة تطلق ومش عايزة تخرج بيتها بس بتقولك جوزي شخصي أسمى مرعبة أعمل مع إيه فأنا عايزة بس تعمل هي اللي هي تاني نقطة وتالت نقطة اللي كنا نتكلم فيها اللي هو بقى إيه تقدير الزيت لازم تلعب على تقدير الزيت كويس يعني إيه واحد عنده تقدير زيت اللي هو بيحط نفسه في الاعتبار في ناس دايما بتحط الناس يرضي الناس دايما هو مش مهم يرضي نفسه عشان كده كل طاقاته هو بيستغلها عشان يرضي الطرف التاني سواء الطرف التاني ده زوج أو صديق هو دايما عايزه يشوفه راضي عن نفسه دايما يشوف عايزه يبقى مش متدايق منه لو قاله أنا خصمك مش هكلمك هبعد عنك لا يتوتر ويتدايق ليه لإنه حط علاقة الشخص ده فوق علاقته بنفسه طيب دكتور محمد أنت لما ترتبط بسته وتحبها مش هتبقى طويل الوقت عايز ترضيها إحنا كستات ما ده طبيعي يا جماع يعني أنا بحس اللي هو أنا لما ارتبط براجل هبقى أعمله كل حاجات الحلوة اللي بترضيه هبقى عايزة أعمله يعني أدلعه أرضيه أقوله كلام حلو أعمله مفاجأة أعمله أكلة حلوة بيحبها قصد ده طبيعة الستات يعني يعني قولي يقنعني بحاجة تانية يعني زي قولها مثلا ما تدلوه زيادة مشاعر أصد دايما الستات بتدقوا من الكلمة دي لما تيجي تقولها ما تدلعهوش قوي ما تفخهوش ما تدلوه كلام حلو كتير لما يقولي الكلمة تدلو ربع كلمة ما بنقتنعش احنا كستات بالكلام ده بس دي حقيقة ده واقع بس احنا دايما معطاقين الستات دايما بتدي مشاعر كتير ترجمة نانسي قنقر